أنا ممكن مثلاً من الكلام ده أستخلص مثلاً من كلام حضرك نصيحة لطيفة وبسيطة إن من أهم قواعد نجاح العلاقة بين الاثنين في الحب تحديداً إن أنا حبك بالطريقة اللي أنت عايز تتحب بيها بالضبط بس أنت كمان حبني بالطريقة اللي أنا عايز أتحب بيها تمام طب ما ده لا بتحبني بسيطة هي طب ما بسيطة فيه بس على شرط إن يحصل بيحصل كلاش ليه بقى؟ هقولك ليه هي أزمات منتصفة لعمر بتحصل فهو ده كان السؤال اللي جاء لأ حرقت وانا بطريقة هرمونات؟ لا مش هرمونات مش هرمونات؟ لا فيها تعالوا برضو يعني في تعالوا برضو في أزمة منتصف العمر؟ آه ليه؟ يعني أنا إن كان عشان بس محللة لغوية أكتر ليه منتصف العمر؟ فما نحس إن اللي فات مش قد اللي جاي فما فيش فقت ولا فيش فرصة نلحق نعمل طب وليه بنقول حلوة البدايات؟ أي حاجة في الحلو بتبتدي حلوة قوي لو ما عملت لهاش صيانة هتيجي في النص وطبوس صحيح عشان كده بمنتهى البساطة اسمها أزمة منتصف العمر أو زي الجواز اللي هي هرشة السنة السبعة ليه؟ الله بقى والفرح والدنيا حلوة والعيال جم وإكسايتمنت وحماس كتير وبتاع وبعدين عادنا عالكنبة وشدنا الفيشة محدش بيعمل حاجة خالص متخلين لإيه بقى؟ إنه فيه عادة تدوير في العلاق لا فيش عادة تدوير في العلاقات لازم يتحط فيها مجهود متساوي من الطرفين مختلف المسئوليات عشان نيجي في النقطة إنه ما فيش حاجة اسمها مساوية بين الراجل والست مع كامل احترامي لكل الأقويل لأنه ده ضد المنطق وضد الفطرة وضد العلم شرحي والله لسه أقول دي كلام مهم جدا أه والله جدا كلام مهم الراجل يتميز عن المرأة يتميز عن المرأة بأشياء تميز وخلق بها والأنثة تتميز عن الراجل بأشياء خلقت بها تميزها كي يتجانس الطرفين حتى يستقيم هذا الكون ويحصل ما بينهم تكامل غير كده لما يكون بدور القوام الصح لربنا كل بالزبط على فكرة ده مش في البني أدمين بس لمخلوقات ربنا كلها لو جتي حللتيها وحللتي عايشة إزاي وبتتقاطر حتى إزاي في الحيوانات بقى ولا أيا كان كل المخلوقات هي دي الطريقة نعند في منطقه وفي علمه وفي فطرة فهي فكرة المسواف إيه مسواف في قدر المجهود وقدر القيم والأولويات والحقوق بالزبط طبق أنا هقول لحيك حاجة دلوقتي إحنا لاثنين عملنا شركة مع بعض أكيد أنت عندك مميزات مش عندي وأنا عندي مميزات مش عندي أنا ماهرة جدا في الأفكار الإبداعية وأنت ماهرة جدا في الحسابات والحاجات الشركة هتقوم أنا وإنتي شطرين في حتة واحدة الشركة هتقوم يبا إحنا هنا بنتكلم عن حاجتين علاقة تكاملية أيوة نكمل بعض فيها الزبط وفي نفس الوقت بنلاقي مع بعض نقاط تماس أو حاجات أرض مشتركة عشان نقدر نكمل طيب أنا بس هقول عشان تبقى الجملة صح ويبقى رادية ضميري قدام ربيني أول حاجة هي علاقة تكاملية بس ده مش معناها إن في حد بيكمل التاني أنا مش نقص عشان حد يكملني أنا بكون متزنة عشان أبقى قدر أخش في علاقة إما بكمل في العلاقة دي لازم يكون فيه مدهود مستمر وإلا العلاقة هتقع طيب إحنا وصلنا وكملنا في العلاقة ولأي ظرف من الظروف العلاقة دي فشلت مش مهمة من السبب أو إن أنا متعلقة بشخص تعلق عادي خالص ما هواش مرضي زي الأب زي الأم طيب ملتك نقول كلمة شغف بس عشان كلمة تعلق دي صعب ما محدش بتعلق بأمه أو بأبوه عمدي ولا نبدلها شغف ولا أي حاجة بالحاجات دي ما تعلق هي ده باب سيء جدا بالأب والأم ماشي بحبوهم 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 بس لا بيحصل لحد الإدمان يا إماد لأ موهو كده أحنا هنا أتكلم بالزبط مرزا